زي ما بنقول كده ختموها مسك مبروك جماهير النادي الاهلي مبروك نجوم النادي الاهلي مبروك الجهاز الفني وبالتأكيد مبروك الإدارة بنختم عشرين 23 سنة الحقيقة يعني عشنا فيها لحظات سعادة وفرحة الواحد دايما في أول السنة كده أو هو بيودع سنة وبيستقبل سنة جديدة بياخد كده فلاش باك سريع يبص فيه على أهم اللقطات أهم الحاجات أهم الإنجازات اللي قدر أنه هو يحققها واللي مقدرش بيبصوا بيحلموا بيدي يا ربنا أنه السنة اللي جاية يا رب تكون سنة سعيدة بالخير وبالصحة وبالسعادة علينا جميعا يا رب على كل المصريين أهلوية وغير أهلوية على كل الأشقاء العرب وعلى الأمة الإسلامية وعلى أشقاءنا في فلسطين وفي غزة على وجهة تحديد سنة إن شاء الله بإذن الله يكون نهاية صبرنا فيها خير كبير يعم على الأمة العربية والإسلامية وأنت بتبص وبتعمل شريط الزكريات ده لما تبص الجمهور نادي الأهلي العظيم جمهور عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معيني وأقول لكم ليه مش بالكلام ومش بالشعرات لكن لما أجي بص لشريط الزكريات الأهلي هو مين فرحك السنة نادي قد الأهلي يعني جمهور الأهلي مين في العالم نادي فرح جماهيره قد النادي الأهلي من البدايات وحتى النهايات وكان ختمها مسك طبعا الفوز والتتويج بلقب مهم جدا وغالي جدا على الرغم إنه لما تيجي تسأل أي أهلاوي تقوله إيه ترتيبك في أولويات البطولة هيقولك مثلا اللي بحلم بيه بجد واللي نفسي فيه بجد ونفسي في يوم الأيام العهلي يصل إنه يحصل بطولة هيكون كامس العالم الأنديره ده طموح كتير من جمهور عظيمنا دي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله في يوم الأيام العهلي يقادر إن نحق اللقب ده ناس كتير جدا هتتفئ إنه لقب بطولة أفريقيا أو دوري أبطال أفريقيا هو لقب الأهم والمفضل والعلى والأصعب بالنسبة لجمهور ألقاب المحلية إجمالاً مهمة إجمالاً دخل في أجندة الأهلوية لكنها مش من حيث الأهمية أو من حيث الأولوية مش درجة أولى مش هبعانين منها أوي يعني أهلي ما حرمناش الحقيقة هو صاحب الألقام القياسية في مصر وفي إفريقيا وفي الوطن العربي وهقول كمان في العالم لأنه ما بين يمكن 3 أو 4 عندها هم الأعلى على مستوى الألقاب على مدار التاريخهم في العالم كله